معنا من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الايرانية مصدق بور أستاذ مصدق أهلا وسهلا بك دائما معنا على سكاينيوز عربية هل فعليا كل الاحتمالات للرد الايراني مطروحة على الطاولة في ظل حديث ايراني منذ اكتوبر بأنها لا ترغب بمواجهة مباشرة لا مع واشنطن ولا مع تل ابيب نعم شكرا طبعا يعني هناك ضغوط على النظام في ايران يعني بعد تعرض السفارة لهجوم اسرائيلي ومقتل سبعة من خيرة الضباط الايرانيين هناك ضغوط شديدة من الرأي العام ومن بعض قادة الجيش أيضا على النظام وعلى أطراف السياسية لاتخاذ القرار النهائي هناك خطة للهجوم فعلا هي كما أعلن في طهران يعني هذه الخطة قد أصفحت جاهزة للتنفيذ ولكن التوقيت ليس جاهز يعني ربما هناك ايضا اختلاف في ما يتعلق بالتوقيت هناك فريق يعتقد أن اسرائيل حاليا هي محاصرة من الشمال من قبل حزب الله ومن جنوب أنصار الله ومن جنوب الشرقي العراق وغزة وأيضا في الداخل هي محاصرة وأيضا في خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكتلة الأوروبية وبالتالي هناك مؤشرات تدول على إمكانية إسقاط حكومة لتانياهو وبالتالي إيرانية تحاول أن لا تنجر إلى مشروع حربي يريد لتانياهو إشعاله لإنقاذ نفسه يعني هذا أيضا رادة كبيرة بالنسبة لإيران ولكن أنا أعتقد أنا من وجهة نظر يعني وصلت إلى هذه النتيجة أكيد يعني فيه فيه هجوم وسيكون قريب ومن داخل إيران سوف يستهدف العمق الإسرائيلي وبالسلاح نوعي جديد يعني ربما لم تستخدموه إيران لحد الأرض هذا الشيء وارد لأن النظرية هنا في إيران يعني معظم القاعدة العسكريين يصرون على أن يكون ينفذ هذا الهجوم بغض النظر عن تسعى رقعة الحرب وعدم تسعى رقعة الحرب وعدم الاهتمام بما يطلبه الجانب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي يراوغ ويكذب في مفاوضات حاليا مع إيران ووعد إيران وقام ببعض الإجراءات يعني فيما يتعلق بالتضييق أكثر على نتانياهو فيما يتعلق بالانفتاح على أنصار الله ومحاولة الغرائم وإزالة بشط اسمهم من قائمة الإرهاب وما إلى ذلك هذه خطوات تقوم بها على الولايات المتحدة هناك أكثر من نقطة اسمح لي أن أتوقف عندها أستاذ مصدق ذكرتها نعم فقط كي نقسم الموضوع تقول بأن هناك ضغوط داخلية على إيران للرد هناك أيضا قياديين وضباط يضغطون على الرد وعلى أن يكون من إيران بالتالي هل برأيك فعليا أقرب إن كان هذا الرد سيحصل ألا تستخدم أسليبها السابقة إيران أي أحد أذرعها في المنطقة وبين هذا الخيار والآخر من الذي يضمن بأن لا تتوسح الأمور إلى مواجهة إقليمية طبعا يا إيران إذا قررت أن ترد ومن داخل أراضيها ويكون الرد باسمها وتتمنى هذا الرد وليس كما تتفضلون عبر الأدرو بالتأكيد تتحمل مسؤولية أكيد تدرس هذه المسؤولية لما تقول الصبر الاستراتيجي يعني تبحث كل هذه النقاط وكل تداعيات وكل الإمكانيات وترى اليوم أن الكيان الإسرائيلي أصبح فيها شاشة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ربما العملية سهلة يعني عملية الإنقضاء على إسرائيل طبعا تزامنا مع الرد الإيراني بالتأكيد سوف يكون هناك تصعيد من قبل بقية جبهات المحور المقاومة بما يترجم على الأرض وحدة الساحات بالتأكيد سوف تكون هناك عمليات ربما سيكون زحف أيضا من الشمال في داخل فلسطين محتلة وسيطر على مساحة العرابي يعني المطروح أنه حرب شاملة استخدام كل الجبهات فتح كل الجبهات مع زحف من الشمال هل هذا مطروح عمليا؟ أكيد أكيد هذا مطروح ضمن الخيارات إذا ما اندلعت حرب حقيقية وأرادوا أن يستفيدوا من كل إمكانياتهم في مواجهة المقاومة وفي مواجهة إيران نعم هذا الخيار بطروح ولكن حاليا إيران هي تشعر أن تحول الجيو سياسي هو الأنسب وأقل تكلفة ويجب أن تستمر وأفساح المجال لهذا التحول لكي يتبلور ويبلغ نهايته في حين أن نتانياه يريد أن يغير هذه القاعدة ويريد أن يخرج من قواعد الاشتباك ويريد أن يخرج من هذه الحالة ومن هذا الركود ومن هذا الفتول يعني وليس مصالحة الزمن ليس مصالحة وهناك مطالبات لإجراء انتخابات مسبقة يعني مبكرة عفوا وما إلى ذلك ومطالبات في تنحية نتانياه وبالتالي يعني هناك إنجازات كثيرة يمكن أن تحال من دون أن تتدخل إيران وبالتالي إيران يترى حاليا يعني يجب أن تدرس هذا الموضوع ولكن أنا أعتقد إيران حاليا في إحراج يعني في الداخل الإيراني هناك حالة إرباك هناك ضغط على النظام السياسي الذي يصدر القرار يعني بين الانتظار إلى أن يكون هناك خلاف أعمق مع الولايات المتحدة وبين الرهان أيضا على ضغوط داخلية في إسرائيل ربما تغير من الخارطة السياسية بوجود نتانياهو من عدمه هذا يعني بأن الرد لن يكون قريب فعلا يعني الرد كما أتيشرت إلى نقطة دقيقة جدا موضوع الولايات المتحدة الأمريكية هي حاليا تستطيع أن تضبط إيقاع الرد الإيراني يعني من خلال هذا التفاوض من خلال الوعودة التي تعطيها لإيران ومن خلال تفكير إيران أيضا ماذا ستكسب وماذا ستحصل يعني هناك قضايا كثيرة بالنسبة لإيران مهمة يجب أن تتحقق يعني لما بعد غزة يعني اليوم هم يقولون بوجود حماس لا يمكن أن يكون هناك سلام هذا الكلام يتعارض تماما مع توجه الإيراني يعني هذا الكلام إيران لا تقبل به وبالتالي إيران لديها أيضا شروط يعني كل هذه الأمور يجب أن تأخذ بعين الأتبار أنا أعتقد أنا أعتقد يعني الجانب الإسرائيلي طبعا حسب بعض التسريبات سمعينا أن الجانب الإسرائيلي يعني حاول أو حاول رسائل إلى إيران كأنه يدعو إيران إلى أن تستهدف أي سفارة إسرائيلية في الخارج ولا تستهدف أي هدف في داخل إيران ولكن بالنسبة لإيران أنا لا أعتقد ستوافق لأنه لا يوجد في داخل السفارة أي سفارة تستهدف لا يوجد أشخاص يعني برتبة وبحجم على شهداء الذين قدمتهم إيران وبالتالي يجب التفكير في استهداف معسكرات أو استهداف مراكز قيادية في داخل إسرائيل وحال بانك الأهداف الإيرانية بانك كبيرة وقال أنت الآن تون يعني هو أعترف بأنه يمكن أن تأتيهم ضربات ولكن هو يقول نحن على السعدات وغير قادر على مواجهة محور صغير من محاور المقاومة ثم يقول أنني مستعد للمواجهة مع إيران هذا كلام أيضا غير مقبول للإسرائيل الأخذ والرد بين الجانب الأمريكي وإيران وحتى كما ذكرت إن كان هناك رسائل للجانب الإيراني من إسرائيل باستهداف أي مقار ديبلوماسي إسرائيلي خارج إسرائيل ألا يضع اليوم علامات استفهام فعليا حول جدية إيران من كل هذه المواجهات إيران يعني هذه المواجهات إن كانت بالصورة عسكرية وكانت بالصورة السياسية الهدف واحد يعني إذا إيران شعرت أنها قادرة على أن تصل إلى هدفها بالطريقة وبالطرق السياسية وبالطرق المفاوضات وهذه الوساطات لماذا لا تفعل يتقوم بذلك أساسا يعني عندما تجتمع إيران مع قيادات المقاومة خاصة الاجتماع الأخير يعني هم جاءوا للاستطلال المرحلة البعدية أنه إيران ماذا عملت إيران حتى سياسيا دوليا إلى أين وصلت يعني هذه أيضا من الشروط الضرورية حتى يتم التنسيق فيما تعلق بالقضايا الميدانية يعني إيران هي جدية فعلا يعني إذا أرادت أن تحارب بجدية وهي مهيئة لذلك أربعين عاما يجب أن نقبل يعني أربعين أكثر من أربعين عاما إيران تستقطع من قوت الشعب الإيراني وتصنع الصواريخ وكل هذه الأسلحة طيب لماذا يعني تريد أن تقزن ويجب أن تستفيد منها يوم ما وتنتهي هذه المشكلة لنعرف يعني لماذا كل هذا السلاح إذا كانت إسرائيل وأمريكا فعلا وما سبب التأخر في إيران وسبب كل هذه المشاكل والنكبات والمعانات الاقتصادية التي يعيشها الإيراني طيب نحن بانتظار أن تستخدم هذه القوة وتنتهي هذه المشكلة إذا كانت قابلة يعني هنا ضغط في الشارع وأيضا ضغوط لدى يعني توقعات لدى الكثيرين يعني في خارج إيران في دوائر مختلفة يعني يحاولون أن يشككوا بمستقية إيران ولكن أنا أعتقد يعني إيران مهما حاولت يعني أي رد سترد به على إسرائيل سيكون رد متقن ردا لا يؤدي إلى تسارق الحرب الرد ربما إسرائيل ستلمس فيه نوع من الجدية والخطورة والدقة نعم يعني أيضا في نفس الوقت يعني يكون هذا الرد لإيجاد معادلة الرؤب يعني بين الجانبين لأنني سمعت بأن إيران ربما سوف تستخدم سلاح جديد يعني تكشف عن سلاح جديد منها وهذا سيؤمن لها يعني معادلة الردع يعني معادلة الردعية مع الكيار الإسرائيلي شكرا جزيلا لك من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية منصد لقبور